هل الوفاة في رمضان تدل على حسن الخاتمة؟ نرجو الله ذلك نرجو الله ذلك لكن بشرط أن يموت هذا المتوفى على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الإيمان هب أن رجلا كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله مات في رمضان بل مات في ليلة القدر لا ينفع ذلك على الإطلاق لكنني أقول إن مات المسلم بفضل الله جل وعلا في ليلة من الله لرمضان أو في يوم من أيام رمضان فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الوقت علامة من علامات حسن الخاتمة لأننا نثبت له الإسلام ونثبت له الدين بفضل الله تبارك وتعالى وأود أن أبشر أيضا بأن المؤمن يموت برشح الجبين يعني إذا توفي هذا الرجل وجبينه في رشح ظاهر يعني في عرق ظاهر على الجبين فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة كما قال سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ثم من أعظم علامات حسن الخاتمة أن يردد الميت أو المتوفى قبل أن يموت أن يردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأود أن أنصح إخواني وأخواتي إذا تلفظ المحتضر بلفظة التوحيد بشهادة التوحيد وسكت بعد ذلك أو دخل في غيبوبة لمرض أو لعذر آخر لا ينبغي أن نكثر بعد ذلك من طرح قل لا إله إلا الله لا خلاص يكفي هذا يكفي حتى لو أعد يوم حتى لو أعد يوم حتى لو مكث يوما حتى لو مكث أسبوعا خلاص ما دام هذا آخر كلامه بفضل الله قبل أن يدخل في هذه الغيبوبة فاتركه وهذا هو آخر كلام له في الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالتوحيد والإيمان